بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الخامس لمكرر النظم بالمعالج الضقيق وفي الجزء لها جماعة نكمل كلامنا عن البرشر دو كودينج بمثال دلوقتي إن شاء الله مع بعض هناخد مثال اتنين ميموري واحدة تانية كمان واحدة رام حجمها تمانية كيلو واحدة كمان روم حجمها كام أربعة كيلو وعايزين نعرف مع بعض إزاي هيتم الاتصال الكنكتد بمين بالسي بيو طيب نشوف مع بعض كده الرام اللي هيتمانية كيلو دي يا جماعة يعني إحنا محتاجين أدرس من كام لكام إحنا محتاجين اتنين قص 13 يعني محتاجين 13 لإيه لين أدرس مش كده يعني من إيه زيرو حتى إيه كام حتى إيه 12 أوا من إيه زيرو حتى إيه 12 طب والتأي الاربعة كيلو يبقوا كام يا جماعة صح يبقى إحنا محتاجين كام أيوة 2x12 يعني محتاجين 12 address lines يعني من A0 حتى إجامة يا جماعة من A0 حتى 11 إذن إحنا الاتنين ممري اللي قدامنا الرام والروم هيستخدموا address lines من A0 حتى A12 معاي جميل طيب تعالي نشوف مع بعض ال selection ال selection احنا اتفقنا مع بعض في الصورة اللي قدامي إن ال A14 هتتحكم كselection في مين في الرام و ال A15 برضو هتبقى ال selection لمين للروم بحيث لما A14 تكون بصفر تشغل الرام ولما يكون A15 بصفر تشغل مين الروم ده شرح للشكل اللي قدامي بناءا عن الأرقام والداتل اللي قدامي طيب لاحظت كده معاي لاحظ إن إحنا استخدمنا كل ال address lines معادة واحد بس اللي هو مين اللي هو A13 مش كده يبقى إحنا استخدمنا كله معادة كاما جماعة معادة A13 إذن إحنا في حالة برشا ال decoding اللي احنا اتفقنا مع بعض إن البرشا ال decoding يتم استخدام بعض ال address lines كconnected لمين بالميموري وفي بعض ال address lines الأخرى لا يتم الاتصال ومن ضمنها في المثال اللي احنا قدامنا ده اللي هو A13 طيب تعالوا نشوف مع بعض شكل الميموري ما بيبقى يعمل إزاي إحنا اتفقنا مع بعض هو إن إحنا محتاجين في الروم معايا من A0 شايفين من A0 حتى A11 طيب محتاجين في الروم من A0 شايفين حتى A12 يبقى إذن اللي باللون الأحمر قدامك ده نطاق العناوين اللي هي بتشير إلى الميموري locations مش كده نطاق عناوين الروم اللي باللون الأحمر ونطاق عناوين الرم طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى ال selection فين ال selection احنا اتفقنا إن ال A15 لما يكون بصفر شايفين لما يكون بصفر تشغل الروم طيب لما يكون A14 بصفر شايفينها تشغل مين تشغل الرم طيب وإحنا اتفقنا مع بعض إن في عندي A13 لا يتم استخدام عايزك تبص على A13 كده معي شايفين A13 قدامها كله يا جماعة اكساتة يا شايفين X X X X X وهذا يعني إنها لا يتم استخدامها طيب في الحالة عدم الاستخدام ده يا جماعة معناها إيه معناها دلوقتي أصبح عندي بص كده على الرم عندي في الرم كم X قدامي ده عمود X وعمود تاني X يبقى إذن نطاق العناوين اللي يبقى يحصل له rule over cam أيوة عمودين يعني 2x2 يعني عندك أربعة rule over address معي يبقى عدد العناوين اللي حصلها rule over اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضر اللي فاتت بالتفصيل هيبقى كام 2x2 بقى أربعة rule over address طيب بص كده على الرم وبص عدد عواميد الاكسات اللي عندك اللي هي إيه لن يتم استخدامها ده واحد عمودة هو اتنين ثلاثة يعني الثلاثة عواميد X يبقى 2x3 بيسوي 8 rule over address يبقى إحنا من الممر بابة جماعة وبتحديد النطاق العناوين ونطاق السيليكشن والبيتس اللي مش هتستخدم نقدر نعرف عندنا كام rule over address اتفقنا بنبص دايما على العامدة اللي هي اكسات وتبقى اتنين قص العمود يبقى تمانية rule over address في اتنين قص ثلاثة وهنا ايه اتنين قص اتنين عدد العواميد كام اتنين يبقى اربعة rule over address السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة